دعم كبير تحظى به الصحافة المصرية على أكثر من صعيد بهدف المهوض بدورها ورسالتها السامية في تشكيل وعي المواطن اهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير الصحافة حيث يؤكد دوما على أهمية دور الصحافة والإعلام في عرض كافة الأراء وترسيخ القيم والثوابة المجتمعية وعزل ومكافحة الفكر المتطرف جهود الارتقاء بأحوال الصحافة تنصب حاليا على الصحفيين أنفسهم برفع الأجور والمعاشات وتحسين أحوالهم الصحية والاجتماعية أما مهنيا فمن خلال الدورات المتعاقبة التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة لإسقل مهارات أبناء صاحبة الجلالة في مختلف ميادين العمل الصحفي الحكومة من جانبها وفقت على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين ودعم صندوق المعاشات بالنقابة ودعم بدلات إعانة البطالة للصحفيين المتعطلين وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل الصحافة القومية كان أيضا لها جانب كبير من الاهتمام خاصة وأنها كانت سندا وظهيرا للدولة في أشد الدحديات كما دفعت عنها واستطاعت أن تواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة دعم الصحافة والإعلام هدف أساسي للدولة لسيما وأنها خط الدفاع الأول في معركة الوعي والتنوير بطبيعة التحديات من جهة وأهداف التطلع لمستقبل أفضل من جهة أخرى